وأن نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من بيروت السيد عميد متقاعد نهجي ملاعب سيد العميد أهلا بك بداية يعني باعتقادك ما هي العوامل التي يعني تعزز أكثر وأكثر التوافقات التركية الأمريكية بخصوص منبج رغم أن يعني المناخ السياسي متوتر يبدو متوترا بين واشنطن وأنقرة نعم العوامل التي تسأل عنها مبدئيا الأكراد وافقوا على هذا الاتفاق مرغمين لأن خوفا من ما حصل في عفرين سابقا لعدم تكرار عملية عفرين أو عملية درع الفرات كما أسموها وبالتالي فقد جاء هذا الاتفاق موافق لطلب الأكراد بإبقاء المنشآت الكردية أو منشآت قسد موجودة في المكان ومع انسحاب قوات حماية الشعب الكردي وتسليم هذه المنشآت إلى قبائل محلية واحد اثنين هناك لا دور مباشر للأتراك في هذه المنطقة الدور التركي سوف يكون فقط هو المراقبة والإشراف وإذا ما حصل أي شيء هنا تساؤل مهم سيد ماجد هنا تساؤل مهم يعني ما الذي سيعود على الأمريكيين إذا ما جرى سحب قوات سوريا الديمقراطية وقوات حماية الشعب الكردية من هذه المنطقة إلى منطقة شرق الفرات نعم الأمريكيون بقون في المنطقة وهم كل ما يجري تحت إشرافهم وهذا موضوع عندما تحل لازمة سوريا كاملة وجود الأمريكيين ولكن الأمريكيون واثقوا على الخطة التركية لأن تركيا قريب أن تخرج من الفلك الأمريكي هناك كل العقوبات التي كانت موضوعة على إيران العقوبات الأمريكية كانت تركيا تتجاوز هذه العقوبات ولا تحترمها وكذلك هناك ميل تركي للتدخل أكثر بالنغماس أكثر في دور روسي في المنطقة تعاون مع روسية هذا الشيء يغري أمريكا باستعادة الدور التركي للحضن الأمريكي بإعطائهم هذا الدور في منبج أيضا صدرت تصريحات من مسؤولين أكراد سيد ناجي أبدو فيها استعدادهم لتفاوض مع الحكومة السورية بعد هذا الاتفاق الأمريكي والتركي حول منبج هل نبدو أمام ربما أوراق يلعب بها الأكراد في مواجهة وإزاء هذه الخطوة الأكراد هم أضعف ناس في هذه اللعبة ولديهم خوف أن تنقلب اللعبة عليهم أمريكا لن تترك تركيا الروس هناك التوافق مع تركيا رأيناه في تل رفعت بتوافق هام جدا بين تركيا وروسيا بتسلم مشترك لتل رفعت هذا معبر رئيسي من قوات قسد عمليا الأكراد إذا ما طلبوا التفاوض مع الحكومة السورية هم يلجأون إلى حضن قد يقيهم أي انسحاب أمريكي مهدد به سابقا من قبل رئيس ترامب إذا ما انسحب الأمريكيون فهناك تركيا موجودة هناك الهيرانيون هناك الروس لذلك عودتهم إلى الحضن السوري هو مطلب وحماية لهم من هذه الألوان شكرا لك سيادة العميد المتقاعد ناجم لاعب الخبير العسكرية اللبناني كنت معنا مباشرة من بيروت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر